طيب راحة أسبوع رأيك ايه للكورة؟ ما أنا قلت لك هو راحة تبدو كأنها راحة لكن ما فيش راحة أنت لو عايزين نعد عدد لعبتنا في المنتخب الأول والأولمبي والشباب وش عارف ايه 18 لعب طيب بس 8 مع وقل شيتوس في الشباب و7 مع المنتخب الأول أولو الباقي مع المنتخب الأربعة أولمبي أولمبي يعني أنت عندك 11 لعب من الفريق الأول مع المنتخبات المصرية و2 لعيبة مع المنتخبات الأفريقية ولاعب مصاب أو 2 لعب ومصابين يعني عالي معلول مصاب وردة سليم يبقى أنت عندك 15 لعب في راحة أصلا لا 15 لعب لو كانوا موجودين كان يحبهم مع المنتخباتهم أنت عندك 11 و2 في جنوب أفريقيا والتاني في مالي و2 مصابين إذا أنت عندك 13 لعب مع المنتخبات بلادهم و2 مصابين كده كده هو رضا مش هيرجع معاك بعد عودة المنتخب من تناقص هذا اللعب اللي بنتمنى لهم كلهم سرعة الشفاء ولكن تفتكر وكأنها تبدو فطرة راحة لكن هي فطرة تأمل ودراسة للمسؤولين يعني المسؤولين مقدرواش ياخدوا هذا الطرف طرف الراحة كله حيسأل هو إيه اللي حصل اللي حصل واضح إن فيه عدم جاهزية عدم الجاهزية دي بتبقى لها أسباب لو قلنا بدايات موسم لعدم الوصول إلى تمام الياخة البدنية والزينية ده جوز لو قلنا التحديات الكبرى اللي أرغمتهم يعيشوا تحت ضغوط مختلفة متنوعة ما بين السوبر الإفريقي وسوبر السوبر الإفريقي ثم الدوري المحلي و يعني ما أبداه من من توضيح أكثر من مرة على ثانو أنا مضطر لعملية التدوير البعض يقولوا وأنت بتدور بلعبة مرتاحة طب ما اللعبة المرتاحة دي لو زاد عدده عايزة فطرة للانسجام ما بتجيش كده آه ممكن لو اتنين تلاتة لعيبة الفرقة تتحمل لكن لو زادوا عن كده عايزة انسجام فعايزة استمرار أنا وأنت بقى واللي في إدنا في المية ونقعد هنقول الكلام ده هنقول معظم الكلام اللي بيقوله جمهور طب وتقل لجابرة كنت داخل على فترة راحة أنك أنت آآآ يعني تلجأ إلى هؤلاء لأنه عارف اللعبة ده ولين راحين أيضا على عدم راحة فهو بيحاول يقلل عددهم بقدر الإمكان عشان ما يتحرقوش منه ده تفسير ده تفسير ولكن أنا دائما هنا دايما في الكرة أساس إبراهيم مفيش صح ومفيش غلط مش معقولة إن كل الناس شايف حاجة ولما المسؤول ما يعملهاش يبقى ما بيفهمش ما هطلع بيفهم بدليل إنه هو حاجات كتير ولكن فيه تغير إيه سببه أنا قلت رأيي أنا بحبش ما بحبش التغيير كتير فيه معطيات النجاح لما تكون موجودة حتى لو فيه عناصر ممكن تضيف قوة لكن اللي إيده في النار بقى عنده من المعلومات والرؤية اللي مش متاحة عمدين أحنا فإحنا كمان مش في رواحة لإننا عمالين شغل دماغنا وعمالين أنا وأنت نعاتب ونلوم وننقض ونبرر ونحاول نفسر وعلى فكرة يا جماعة أنا بشهر كل الناس اللي بتلطش أشكرهم جدا جدا ها؟ إن يعني إحنا عدنا ستين سنة نطبل نطبل هو هي الشطارة دلوقتي إن أنا لما حاول أفصل ما يحدث يبقى تطبيل يعني الجدعانة دلوقتي ليه اللي بيهاجم؟ اللي بيهاجم هو ده هو الصح هو اللي بيحب الأهلي؟ اللي بيشم ده هو اللي بيحب الأهلي؟ إذا كان هذا أنا مش هقدر أعمل كده إذا كنتوا شايفين إن برنامج ده برنامج ده يفسر ولا يلزم أحد برأيه إحنا بنكتهد في رؤية من حق نادي علينا إن إحنا نوصلها ودايما اللي عايز يغير عايز يغير عايز يغير عايز يغير ده فيه واحد كديم لك ويقول لك الإسلوب ده عاف عليه الزامن يا سيدي عاف عليه محداً اللي بنقوله لو أنت متصور إن إنسف حمامك القديم ويبتدي بإسلوب جديد نضرب يمكن تجيب خير زي اللي فات لكن تضامن؟ ولا نمسك في الثوابت اللي ثبت نجاحها على مدى أكتر من مئة سنة لازم نرجع نمسك الثوابت ونشوف هي إيه الثوابت وإزاي الأهل يقدر يكتاز هذا الظرف الاستثناء دون اتهامات أو غيره